مايكل جاكسون الذي غالباً ما يطلق عليه لقب ملك البوب لم يأسور العالم بصوته الساحر وموسيقاه الرائدة فحسب بل أحدث أيضاً ثورة في فن الرقص استمر أسلوبه الفريد وحركاته المبتكرة في إلهام أجيال من الرقصين والفنانين في جماع أنحاء العالم في هذا الفيديو سنكتشف أفضل عشر حركات رقص مميزة لمايكل جاكسون لم يتقنها غيره ونعرض موهبته التي لمثيل لها وتأثيره على عالم الرقص الحركة المعروفة باسم جاكسون شاكسون كانت تقنية حركات القدم المفعمة بالحيوية هذه بمثابة جهادة على موهبته التي لا مثيل لها وأظهرت توقيته الاستثنائي وموسيقاه كانت المراوغة عبارة عن مزيج من حركات القدم السريعة والمعقدة التي تم إجراؤها بدقة ملحوظة انزلق مايكل بسهولة عبر المسرح وانتقل بسلاسة بين الخطوات المعقدة وحافظ على إيقاع لا تشبه شائبة لقد كانت شهادة على إحساسه الفطري بالموسيقى حيث كان يقوم بمزمنة حركاته مع الإيقاع دون عناء مما يرفع أداءه إلى مستوى جديد تماما تاسعا السحبة الدائرية كانت السحبة الدائرية المعروفة أيضا باسم دائرة ام جا عبارة عن حركة رقص ديناميكية وآسرة بصريا أظهرت رشاقة جاكسون وروح الظهور التي لا مثيل لها تضمنت هذه الحركة انزلق مايكل بسلاسة في حركة دائرية متحديا قوانين الفيزياء أثناء تحركه بسهولة عبر المسرح بحركة قدم سريعة وتحكم لا تشوبه شائبة نفذ مايكل سحبة الدائرية بدقة وبراعة لقد قام بالدوران والانزلاق بسهولة في نمط دائري إما خلق وهما ساحرا بالطفو في الهواء لقد كان مشهدا ترك الجمهور في حالة من الرهبة وهم يشاهدونه وهو ينتقل بسلاسة من مكان إلى آخر دون بذل مجهود كبير على ما يبدو ثامنا السحبة الجانبية كانت السحبة الجانبية والتي يشار إليها أيضا باسم منزلق الرصيف أو ميل الرصيف عبارة عن تقنية ديناميكية لحركة القدم أظهرت نعومة مايكل جاكسون وأسلوبه ودقته التي لمثيل لها أعطت هذه الحركة الساحرة الوهم بأنه كان يمشي للأمام بينما ينزلق جانبيا متحديا الجاذبية برشاقة وبراعة صلت ذلك التكنيكو الضوء على سيطرته الاستثنائية حيث حفظ على التوازن وقام بالتزحلقي بشكل لا تشوبه شائبة والانتقال بالسهولة بين الخطوات بسلاسة ملحوظة أضافت كل سحبة وانزلاق على طول المسرح عنصرا ديناميكيا وجذابا بصريا إلى تصميم الرقصات الخاصبة قام إمجاب دمج هذه الحركة بطريقة سحرية في جميع إجراءات رقصه مع كل ركلة بساقه كان يجمع بين القوة والرشاقة دون عناء ليخلق عرضا مذهلا بصريا يرتقي بأدائه إلى أفاق جديدة كانت ركلة جاكسون العالية بمثابة شهادة على روحه الرياضية ومورنته غير العادية لقد ضمن أسلوبه الذي لا تشوبه شائبة وتوقيته أن كل ركلة كانت مؤثرة وجذبت انتباه وإعجاب الجماهير في جماع أنحاء العالم سادسا الوقوف على إصبع القدم لا يمكن للمرء أن يتجهل حقيقة أن سرويل أم جاء القصيرة والجوارب اللامعة أضافت إلى روعة هذه الحركة يتطلب تنفيذ موقف إصبع القدم توازنا وقوة وتحكما هائلا قام جاكسون بنقل وزنه بشكل لا تشوبه شائبة على أصابع قدمه الداعمة وحافظ على زاوية تبدو مستحلة مع الحفاظ على محاذاة جسده ظلت ساقه الممتدة مستقيمة ومرتفعة تماما مما يدل على مورنته الاسثنائية وتحكمه العضلي كانت الحركة جزءا مهما من أداء بيلي جين وأضافت عنصرا رائعا ومتطورا للرقص خامسا مثير للجدل على الرغم من أنها مثيرة للجدل لأنها أصبحت بلا شك أحد أكثر حركات مايكل جاكسون تميزا أضافت هذه الإيماءات الجريئة عنصرا قويا واستفزازيا لحضوره على المسرح وكانت بمثابة خطوة لفتت الانتباه على الفور وخلقت شعورا بالترقب بين المشاهدين على الرغم من أنها أثارت جدلا حول مدى ملأمتها إلا أنها أصبحت جزءا رئيسي من عرضه للتحدي التوقعات ولخلق شعور بالمكائد والغموض المحيط بشخصيته رابعا الدوران نظرا لكونها واحدة من أفضل حركات رقصه سيحاول المعجبون في الواقع حسب عدد الدورات التي قام بها في دورة واحدة وكانت هذه الدورة التي صلطت الضواء على خفة الحركة والدقة بمثابة شهادة على قدراته البدنية الرائعة وروحه الاستعراضية التي لا مثيل لها سواء كان ينفذ دورة كاملة بزاوية 360 درجة أو سلسلة سريعة من الدورات المعروفة باسم الطحونة الهوائية أظهر إتقان جاكسون لهذه التقنية تحكمه الاستثنائي وتوازنه وقدرته على أسر الجماهير في جميع أنحاء العالم عندما قام مايكل جاكسون بالدوران بدأ أن الوقت قد توقف حيث قام بتدوير جسده دون عناء بسرعة ودقة لا تصدق في الأغنية الشهيرة سموث كريمينال قدم مايكل جاكسون حركة رقص رائدة أذهل جميع المشاهدين بسبب الميل المضاد للجاذبية لتنفيذ هذه الحركة ارتدى جاكسون أحذية مصممة خصصا بكعب مائل وأخدود مائل في أرضية المسرح سمحت له ألية الحذاء بتثبيت نفسه والحفاظ على التوازن أثناء الميل إلى الأمام خلق هذا الاختراع الفريد جنبا إلى جنب مع توقيت جاكسون المثالية وتحكمه في الجسم تأثيرا سرياليا بدى وكأنه يتحدى قوة الطبيعة ذاتها أثار الإنحناء المضاد للجاذبية ضجة كبيرة على الفور وعزز سمعة جاكسون كمبتكر في الرقص ثانيا الروبوت من خلال الحركات الألية الدقيقة والتحكم المتقن والمنعزل في الجسم أسر مايكل جاكسون الجماهير بعرضه الساحر للرقص أظهرت حركات جاكسون الألية سيطرته الاستثنائية على جسده حيث كان ينتقل بسلاسة بين السلاسة والدقة الميكانيكية بدت كل إيماءة وحركة محسوبة ومتعمدة وتجسد دوهره وتجسد دور الآلة التي تم بعثها إلى الحياة وقدمت أغاني كثيرة لمايكل جاكسون قدمت أغاني مثل بيليجين وهيومن ناتشر ودانسينج ميشين اللوحة المثالية لجاكسون لعرض حركاته الألية والمعزولة تتزمن كل حركة دقيقة بشكل مثالي مع الإيقاعات إما يخلق تأزرا ساحرا بين الموسيقى ورقصته أولا وأخيرا المشي على سطح القمر وقع الملايين في حب جاكسون في كل مرة ينزلق فيها للخلف ويقوم بالمشي على سطح القمر بغض النظر عمن يحاول تنفيذ هذه الخطوة لن يتمكن أحد نابدا من المشي على سطح القمر والطريقة التي فعلها أظهرت هذه الخطوة المميزة التي تحدت الجاذبية والإدراك موهبة جاكسون التي لمثيل لها وعززت مكانته كنجم عالمي لقد كان السير على القمر مشهدا ساحرا أسر الجماهير في جميع أنحاء العالم عندما انزلق جاكسون بسلاسة إلى الخلف خلق الوهم بأنه كان يمشي إلى الأمام دون عناء متحديا قوانين الفيزياء تم تقديم المشي على سطح القمر للعالم خلال عرض متاون خمسة وعشرين وأصبح ظاهرة فورية لقد كانت غليمة بصرية فورية وهي تقنية رقص تجمع بين الأناقة والأسلوب ولمسة من السحر وحتى يومنا هذا لا تزال تلك الحركة تلهم الراقصين في جميع أنحاء العالم إذن ما هي حركة الرقص المفضلة لديك لمايكل جاكسون؟ اسمح لي أن أعرف في التعليقات وسأراكم في الفيديو التالي إذا أعجبكم محتوى قناتنا يمكنكم دعمنا أو الإعلان على قنوات متى عقلك عبر رابط الفان لايك في الوصف أسفل الفيديو ترجمة نانسي قنقر